أقول لكم على حاجة الأحلام لا تسقط بالتقادم يعني إيه؟ كل واحد فاكر أنه كبر في السن على حلم عنده هو صغير وما قدرش يحققه ده أكيد لازم يراجع نفسه مفيش زمن للأحلام نماذج كتير في العالم حققت أحلامها بعد سنين طويلة من النسيان أو حتى بعد الحياة ما أخدته من أحلامه السادة اللي قدامكم دي اسمها بيت هوت قررت تحقق حلم طفولتها بأنها تكون عارضة أزياء بعد معدة التمانين سنة من عمرها وقالت أن حلمها تأخر تسعة وستين سنة لما تحقق هتقولوا بقى دي أجنبية وخواجاية وناس ريئة وما عندهمش مشاكل ولا ضغوط حياتنا هقول لكم تعالوا نشوف نجوة غراب نموذج مصري أصيل قدامكم هم السيدة الجميلة دي بدأت تحقيق حلمها أنها تكون سباحة بعد السبعين يعني بعد ما طلعت على المعاش بعشر سنين والغريب مش بس أنها بقت سباحة لا دي خدت ميداليات في بطولات دولية كمان حاجة كده من الخيال لكن الخيال الحل لكن إنك تموت حلمك بدري أو تموته مع سنين عمرك فده الغلط بعينه تعالوا بقى مع بعض نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بقولة فقراتنا النهاردة ومعانا فقر على فكرة حققت حلمها متأخر استنوني